في هذه المخيمات مخيمات اللاجئين طبعا في هذه الظروف الصعبة والتي يحاولون فيها العبور الى اوروبا بظروف صعبة هناك 43 رياضيا الذين قمنا باختيارهم هم من النخبة وهناك الملايين الذين يمارسون الرياضة ونحن عملنا مع المفوضة السامية لشؤون اللاجئين ركزنا على الاهتمام بالرياضة في مخيمات اللاجئين في لبنان والاردن وكينيا وكولومبيا وغيرهم من الدول وحاولنا ان ندخل الرياضة في هذه المخيمات حتى نحسن من حياة الناس الذين يعيشون فيها لان نحن نعرف انكم من يعيش في مثل هذه المخيمات لا يجدوا كثير من الامور التي يقوم بها وينشغلوا بها لذلك هذه الرياضة تلعب دورا في هذا المستوى الثاني هو انه خلال الشهر الماضي عندما شهدنا اوروبا خلال الشهر الماضي شهدنا في اوروبا الاوضاع المأسوية لهؤلاء اللاجئين الذين عبروا كثيرا من الدول هؤلاء كانوا فائضا ونحن نحاول ان نساعد اللاجئين الذين يعبرونا الى اوروبا وبالتالي قمنا بتخصيص صندوق مالي خاص كما ذكر الرئيس قوامه مليوني دولار لمساعدة اللجانة الولمبية المحلية في اوروبا لمساعدة هؤلاء المهاجرين لتنظيم انشطة الرياضية تخدم المهاجرين خلال انتقالهم عبر هذه الدول وهذا مستوى آخر وهناك سبعة عشر لجنة الولمبية في اوروبا تعمل على هذا الموضوع وهنا اود ان اشكر اللجنة الولمبية الالمانية لابلائها بشكل رائع وكذلك اللجنة الولمبية اليونانية وهي كما تعرفون اليونان هي الدولة العبور الاولى وبالتالي جميع اللجانة الولمبية تبلي بشكل رائع جدا وهنا طبعا انا اذكر هذه الامثلة على سبيل المثال ولا لحصر ولا اريد ان انسى او اي من هذه الدول الا اقع في ورطة وبالتالي انا قدمت الشكر للجنة الولمبية الالمانية واليونانية ثم على مستوى اخر واعلى اللجنة الولمبية الدولية تقوم باختيار افضل الرياضيين وكما تعرفون يسرى معنا وهناك الكثير من اللاجئين الذين ينتقلون عبر هذه الدول او حتى في بعض خيمات اللاجئين الدائمة حيث يقيمون هناك رياضيون على مستويات عالية ولذلك قلنا لما لا نقوم بتحديدهم من خلال اللجانة الولمبية المحلية ونوفر لهم امكانية الذهاب والمشاركة في الالعاب الولمبية لانهم يستحقون هذه الفرصة ليعودوا الى الحياة الطبيعية من خلال الرياضة والامر الثاني وهذا الاثبات اليوم وشكرا لهذا المشروع فاننا استطعنا ان نحدد بعض المشاكل التي يمكن ان تحل عن طريق الرياضة وهذا هو معنى ومقصد ما يسمى بعملية ثلاثة واربعون والان سأدخل في الحديث عن الرقم ثلاثة واربعون فقد قمنا باختيار ثلاثة واربعون رياضيا هؤلاء ومستوياتهم عالية جدا على المستوى الرياضي ويستطيعون المشاركة في الالعاب الولمبية وقمنا بتحقق مستوياتهم ونعمل على مساعدتهم من خلال اللجان الولمبية الوطنية حيث يقيمون في دول مختلفة نعمل على توفير التدريب لهم وكذلك ظروف التدريب ونأمل انهم جميعا سيكونون مؤهلين ويحققون الحد الادنى من المعايير او يكونون قريبا من معايير التأهيل هناك الكثير من الالعاب التي يشاركون فيها وتحديدا ألعاب القوة والسباحة لكن هناك رياضيون يلعبون رياضيات أخرى وهؤلاء يمثلون دول مختلفة بعضهم جاء من جنوب السودان وهي احدى الدول الاكثر تأثرا ازاء الاوضاع الصعبة فيها كذلك هناك بعض الرياضيين الذين جاءوا من سوريا وغيرها من الدول هذه نبذة عامة وطبعا لا نريد ان ندخل في التفاصيل الدقيق فليس هذا المقام وليس هذا هو دفن من لقاء اليوم طبعا هناك معلومات اضافية متوفرة لكن هذا المشروع يحمل رسالة باننا نعم نحن نركز على هؤلاء الثلاثم واربعون رياضيين لكن علينا ان نغفل عن القاعدة قاعدة الرياضيين والتي تكمل الصورة والان هناك مجال لطرح الاسئلة واود ان ابدأ بسؤال نحن نعرف ان هناك اكثر من مليون ونصف لاجئ يمكن ان يحصلوا على المساعدة عن طريق الرياضة واود ان ادعو رئيس رئيس تنفيذي للجنة الولمبية المانية وكذلك بروس بنقر رئيس الاتحاد الاتحاد العاب القوة ولاحقا ستكون معنا يسرى سيد فسبر يسرى تمثل احد الاندي الالمبية في المانيا في رياضة السباحة ونحن نعرف ان اسمها اصبح مرموقا وهذا النادي ايضا اصبح اسمه يشار اليه بالبنان هناك في دول اخرى هناك فرق مدرسية وفرق جامعية وهذا طبعا يبين دور الرياضة وما تقوم به بعض الاتحادات الرياضية في المانيا من مساعدة للاجئين فما هي الامكانات المتوفرة لهؤلاء اللاجئين اعتقد ان هناك ثلاثة اسباب تجعل من الرياضة مقياسا جيدا لتعزيز التكامل والاندماج على صعيد اللاجئين فنحن جميعنا نعرف ان لغة الرياضة والجميع يفهمها ويستطيع ان يستخدمها منذ اللحظة الاولى التي يدخلون فيها الى بلادنا ثانيا في بلادنا المانيا هناك اكثر من تسعون الف ناد رياضيين لذا هناك شبكة واسعة ومتكاملة ونجد في كل مدينة وبلدة ناد رياضيا وحتى في القرى هناك اندية رياضية يستطيع المهاجرون او اللاجئون ان يمارسوا الرياضة من خلالها والثالثا والثالثا هذه الاندية لديها شبكة من الداعمين للناشئين الرياضيين الناشئين وخصوصا بشكل تطوعي وحتى يساعد اللاجئون انفسهم في مساعدة اقرانهم وهذا ما يجعل الموضوع ذا قيمة عالية ونحن ممتنون وشاكرون لهذه النوادي وكذلك المنظمات الرياضية الاقليمية التي تساعد في هذا الاطار اذا لديكم النظام لكن هل هذا كافي نجعل الامور تسير هكذا هناك تدابير واجراءات اضافية خصوصا في مهمة بهذا الحجم نعم بالتأكيد نحن نحتاج الى المساعدة والى الدعم ونقدر ما تقوم به ونثمن ما تقوم به اللجنة الولمبية العالمية وخصوصا ما يقوم به الرئيس اللجنة ومسبخ ونحن ممتنون لحكوماتنا حيث انها تقوم بتمويل مثل هذه البرامج الاندماج من خلال الرياضة منذ وقت طويل هذا هو البرنامج اسمه التكامل الاندماج من خلال الرياضة لاننا نعرف ارمانيا شهدت تدفق للاجئين منذ التسعينات وفي بداية الالفية لذلك موضوع اللاجئين ليس بجديد علينا وهذا هذا البرنامج هو يساعد الى حد كبير ومرة اخرى نحن ممتنون لما قامت به الحكومة الفيدرالية من انشاء من مضاعفة حجم تمويل من ستة ملايين الى اثنى عشر مليون يورو وبذلك من خلال هذا البرنامج نستطيع ان نقدم المساعدة للاجئين وندعم ونساعد الاندية في توجه هذا ما الذي تقوم به اللجنة الولمبية في برلين ومن مساعدة للاجئين في مدينة برلين نحن نتحدث عن 2300 ناد واكثر من 650 الف عضو وهناك اكثر من 80 الف لاجئ وصلوا الى برلين البرنامج الذي تحدث عنه مايكرو فيس وهو الاندماج من خلال الرياضة نحن نقدم الدعم والتمويل الاندية التي تختص بمساعدة اللاجئين ولذلك حوالي 50 ناديا مشاركون في هذا البرنامج فضلا عن 100 نادي اخر تقدم دورات للم المهاجرين واللاجئين والحكومة الاقليمية في برلين تقوم بدعم هذه الاندية نحن نعرف ان كرة القدم هي لعبة شائعة ومفضلة لدى الكثيرين لكن هناك الجنباز والتسلق والرقص الحديث وحتى في مجال الالعاب الولمبية لذول الاحتياجات نقدم برامج مختلفة وكما ذكر السيد باخ نحن نمد هؤلاء الرياضين بالامل والثقة بالنفس ولذلك بدأنا ببرامجنا الخاصة وقمنا بتدريب المدربين كي يقدم الدعم والتدريب لالاجئين وابناء اللاجئين وخصوصا الذين مروا بصدمات عنيفة وهنا لكن مثال رائع أن لدينا مشروع ثنائي اللغة ولمدة يومين نقوم بتعليم الأبناء المهاجرين والأيام الثلاثة الباقية يقومون بالتدريب في الشركات المختلفة هذه البرامج رائعة ولكن ولكن كما نقول في ألمانيا الحب والسلام والتناغم لكن هناك بعض التحديات وبعض الصعوبات التي ربما تواجه هنا نعم هناك الكثير من حسن النية والرغبة بالمساعدة لكن لدينا مسألة الموارد فعلى سبيل المثال الآن في ألمانيا هناك ستون صالة رياضية نحن بحاجة إلى ما يزيد عن ستين صالة رياضية لتوفير التدريب وهذه إحدى المشاكل التي نواجه ونحن ندعو السياسيين في المدينة لتحسين الظروف والأوضاع حتى تكون الرياضة دافعة نحو اندماج جيد لكن نحن بحاجة إلى الصلاة الرياضية هل لديك أي شيء تقوله للأنديا لأنه كما نعرف شبكات ومنظومة الأندية تساعد لحد كبير في تسهيل عمليات الاندماج نحن نعرف أن بعض النوادي هي نوادي قديمة وأحد الرياضيين الذي حصل على ميدالة ذهبية في رياضة بولو المياه يعمل بجهد ودأب لمساعدة اللجين وهناك الكثيرون الذين تفخرون بما يقومون به نعم سبانغو هو نادي تقليدي قديم وأنا قلت لك أنا أتذكر مشاركة في أولمبياد برشلونة في رياضة بولو الماء أو كرة الماء لكن هذا النادي متخصص برياضيات بخلاف السباحة ويعمل على تدريب أكثر من 1500 طفل هؤلاء الذين ملتحقين بالمدارس يأتون من مخيمات اللاجئين ويتلقوا التدريب على السباحة في الأندية وهناك مدربين متخصصين في هذا النادي هل لديك ما تغضيفه نعم أنا أتفق معك هناك بعض الأماكن التي تمتلك مدارس جيدة وأندية جيدة ومسابح جيدة وهناك كثير من الدعم المقدم من جهات مختلفة وبالتالي بالنسبة إلي وهذا يتعلق بتضامن الأندية جميعا وهذا أفضل تعبير على وجودكم أرجو منكم البقاء على المنصة وأود أن أطلب من والد أحد الرياضيين وخصوصا أنه فخور بما حققته ابنته من إنجازات أطلب من يسرى أن تجلسه أجلسه حيث ما تشايين إذن اليوم هل الميكروفون مفتوح أرجو أن تبقيه قريبا من فمكي إذن لا يوجد دوام مدرسي اليوم ولا تدريب وبالنسبة لفتيات شابات في عمرك ربما هذه فرصة جيدة لكن أعتقد بالنسبة إليك لديك أهداف أسمى وأعلى نعم الفتيات الأخريات سيستمتعنا بعدم وجود دوام مدرسي لكن أنا بالنسبة لي منهمكة بالتدريب لذلك لا مانع لديب بأن أخصص هذا اليوم للقاء الإعلام هل لا تصفين لنا ما تمرين به يومك من الصباحين المساء أنا أستيقظ فيه السابعة صباحا ثم أتناول الإفطار ثم أذهب إلى المدرسة وأحضر حصتين أو ثلاثة ثم أذهب للتدريب لمدة ساعتين ثم أتناول الغداء لمدة 45 دقيقة وأودوا مرة أخرى إلى الصفوف في المدرسة حصتين أو ثلاثة ثم أن خلطوا في تدريب آخر وهذا ما يحدث كل يوم نعم لأنك تريدين ماذا في نهاية المطاف أريد أن أشارك في الأعراب الأولمبية وهدف نهاية أن أصبح طيارة لا ليس في ريو هل تريدين أن تطيري بالفريق الألماني إلى ريو؟ نعم ولم لا مرة أخرى أنت لم تتأهل بعد أنت تحاولين جهدك للوصول إلى المستوى باعه فهل تعتقد أن لديك فرصة في أي أسلوب؟ نحن قمنا بحساب إجراء الحسابات اللازمة بالمسافات وأعتقد أن سباحة حرة لمائتي متر هي الأفضل بالنسبة إلي أخبرنا كيف كان لقاءك الأول بها ثم نعود إلى الأفاق العامة والمحددة عندما وصلت إلينا يسرى كنا نتحقق من تكتيكها في السباحة لأنها غابت عن ممارسة رياضي لمدة عامين ولذلك قررنا مباشرة بأنها تستطيع أن تشارك ضمن فريقنا وخلال الأشهر الخمسة الماضية حققت تقدما ملحوظا أفضل مما كنت أتوقع وحققت أرقاما قياسية شخصية بالنسبة إليها في المسافات المتوسطة وربما هذا أمر لم أكن أتوقعه لكننا نسير في طريقة صحيح ونتطلع قدما للأسابيع القادمة في بعض المقابلات قلت أنكم عندما بدأتم كنتم تنظرون إلى المدى البعيد وربما تهدفون للوصول إلى أفضل مستوى في ألعاب توكيو فما التي تعنيه لكم أولمبياد ريو؟ قبل أن نتواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية قررنا كلانا بأن هدفنا هو الألعاب الأولمبية في توكيو عام 2020 وهذا هو الهدف بعيد المدى ثم صارت الأمور بشكل بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع ونحن سنترك الأمور للزمن ما هو مستوها كرياضية؟ طبعا أحيانا عليك أن تدفع الرياضيين وأحيانا تحاول أن تحجمهم عن المبالغة في التدريب كثير من الرياضيين ربما يعتبرونها أنموذجا ومثلا أعلى لأنها تركز بشكل جيد في تدريبها ولديها أهداف واضحة تريد تحقيقها وبتالي هي تنظم حياتها استنادا إلى هذه الأهداف سؤال قصير بشأن الدراسة ربما أنت محظوظة بأن هذا النادي هو في الحرم الأولومبي وبالتالي هناك مدرسة تابعة للمدارس النخبة للرياضة والرياضيين حيث يتم تدريس الرياضة والتعليم في آن واحد حتى يسهل الأمور على الرياضيين وبالتالي تستطيعين حضور الحصص الدراسية ثم الانتقال إلى التدريب لذلك هي آتت من أوضاع صعبة جدا إلى ظروف متميزة تحظى فيها بتلقي التعليم والتدريب والتغذية وكل شيء في مكان واحد فكيف استطاعت التأقلم مع هذه الأوضاع وهل لا تشرح لنا أساليب التدريب ومنظومة التدريب التي تقدمونها ليسرى عندما وصلتنا يسرى وسارى قررنا أن تنضم إلى فئة صغيرة العمر وبعد عدة أسابيع كنت على تواصل مع الاسبي أو النادي لأنني اعتقدت بأنها ستمثل نموذجا جيدا للإندماج ولم يكن موضوع الأولمبياد مطروقا لذلك تلقينا الدعم في هذا الإطار وبدأنا نذهب إلى المدارس في شهر فبراير وكانت الأوضاع بالنسبة إليها مثالية تستطيع التدريب وحضور الحصص الدراسية وتلقي التعليم وتشارك إلى جانب الطلاب الألمان أنت لديك صداقات في المدرسة؟ نعم بالتأكيد نعم لدي كثير من الأصدقاء من برلين أم من أماكن أخرى لدي أصدقاء من سويسرا وحتى من سوريا بالطبع ومن برلين تحديدا سبب سؤالي هذا لأنني التقيت بمجموعة من الفتيات يتدربنا في المنطقة كيف كانت المدارس كيف تقارن مدرستك القديمة في سوريا بهذه المدرسة؟ ربما أكثر متعة لأنها ليست مدرسة ألمانية لكن هذه المدرسة جيدة أيضا والجميع لطيف معي وودود معي وجميع المعلمين هذا الأسبوع عندما غبت عن الدوام كانوا يتسالون أين يسرى والجميع كان يقول لها أنها ليست موجودة بل مشغولة في أمر آخر هذه صور لك صور لك أثناء السباحة ويسعدني أن أذكر هذه القصة كان هنا لك ثلاثة صحفيين قابلوك أثناء رحلتك مع سارة أختك الكبرى أحدهم هو ستيفن من التلفزيون البلجيكي وهنا مكتالينا من جمهورية الشيك ولام من فيتنام الذي التقط صورا رائعة لكم لذلك هذا ربما يمثل حظا جيدا لهذه المجموعة بأن تقوم بتغطية ما تقومين به فستيفن قام بتغطية التلفزيونية وهناك ثلاثة صور فهل لا تحدثين عن هذه الصور ولذلك لماذا كنت تركضين هنا هذه الحدود الصربية المجرية حيث كان يتم القبض على الكثيرين على يد الشرطة المجرية لذلك نبحث عن سبل ومسارات جديدة مشيا تحتاج إلى عشر دقائق بالطريق الاعتيادية لكن ذلك اليوم خرجنا في العشر صباحا ووصلنا في الخامس مساء فكنا نمشي ثلاثة وأربع خطوات ثم ننحني ونختبئ هي صورة في هذه الصورة ماذا لدينا هذا ابن عمي أبي وهذه أختي مرة أخرى الشرطة المجرية وكانوا يتساءلون لماذا نضحك لأنهم عندما قاموا بإلقاء القبض علينا كنا نضحكوا فكانوا يتساءلون فقلنا لهم نحن شرفنا على الموت في البحر والآن نحن خائفون منكم نعم استطعتم الوصول إلى هنا هم أخذونا إلى المخيمات في هنغاريا المجر وقالوا لنا أن عليكم المكوث ليومين أو ثلاثة ولكننا هربنا من ذلك المخيم هذه دولة أخرى من نفس الدولة المجر نعم أنت تنتظرين يبدو شكلي مروعا لكنني هذه أنا نعم هذه مجموعة تضم ثلاثون شخصا قابلون في تركيا وهذا الطفل وأختي تحمل ذلك الرضيع بعضهم من العراق واللبنان وسوريا الصورة التالية أعتقد أنها الصورة الأخيرة نعم هنا كانت المجموعة بأكملها معنا ثلاثون شخصا وكانت كنا نتعايش مثل العائلة وهذه الفتاة رضيعة بعمر ثلاث سنوات وأصبحت الآن بعمر ستة أشهر عفوا كانت بعمر ثلاثة أشهر وهذا مرة أخرى ابن عم أبي وأختي وأصدقاء لنا شكرا لك على هذه المعلومات وأشكرك على توضيحي هذه الصور هذه الصورة الأخيرة عدنا إلى السباحة وكان هنا لك حديث ممتع على المنصة لكن الآن أود أن أفتح المجال للحضور إذن أرجوكم أن تعرفوا بأنفسكم والجهة التي تمثلونها اسمي كارلوس كرومان من وكالة رويترز سؤالي أنتم قريبون من تحقيق شيء لم يكن أحد يتوقع منكم الخروج من بلادكم التي تواجه صراعات الحرب ووصلتم إلى أوروبا والأمر الثاني الذي حققتمه أنكم على أولمبياد ريو فكيف تدبرتم ذلك نعم مرحبا أعتقد أن الأمور كانت صعبة جدا أن يغادر المرء موطنة ولست أنا الوحيدة التي خدت هذه التجربة فهناك الكثير من أبناء وطني فروا وهم بالآلاف وهذا ما سهل الأمور لأن الناس كانوا يغادرون بالمجموعات وبالمئات وكانوا يدعمون بعضهم بعضا ويساعدون بعضهم بعضا أما فيما يتعلق بفرصة للمشاركة في الأولمبياد فأعتقد أنها فرصة عمري هذه وأعتقد أنها فرصة رائعة لا تتاح للكثيرين وبتالي علي أن أبذل أقصى جهد وطاقتي حتى أحقق ما أصب إليه جوني هيلث من البي بي سي كما تعرفون هناك الكثيرون الذين يحاولون مغادرة سوريا والوصول إلى أوروبا ما هو رأيك بما يحدث هؤلاء الأشخاص الذين يفرون من سوريا هؤلاء المحاصرين الذين لا يستطيعون وما هو رأيك بمقاربة أوروبا لموضوع اللاجئين كما تعرفين هناك أشخاص فقدوا المأوى ونحن بيتنا تعرض للتدمير ولم يعد نملك شيئا وأعتقد أن معظم الأوروبيين يرحبون اللاجئين بطرق جيدة وعندما وصلت إلى النمسا كانت الأمور رائعة فالجميع كان يعانقني ويضمني ويقدم لي الدببة الصغيرة والعالعاب وحتى الشامبولي ذلك الأمور كانت رائعة ونحن كنا مستمتعين بذلك أعتقد أن هذا أمر مهم بأن تستضيف وتستقبل دول الأوروبية أشخاص مثلي لأن الدول العربية لم تستضيفنا ولم تستقبلنا ولم ترحب بنا ولذلك أعتقد أن هذا أمر يستحق التقدير من الدول الأوروبية عندما وصلت إلى برلين برفقة أختك سارة كيف التقيت بسفين طبعا عندما وصلنا وضعونا في معسكر أو مخيم وكان هناك مترجم مصري اسمه عاطف وأخبرناه بأننا سباحتان إذا استطعت أن تتدبر لنا ناديا أو مسبحا نتدرب فيه أولا ذلك هو أرسل إيميل لأحد رسالة الإلكترونية إلى أحد الأندية والنادي طلب أن يتحقق من مستوياتنا سؤالي لسفين عندما نتحدث عن مستوى يسرى ما ماد اخترابها من التأهل بالنسبة للرقم القياسي لسباحة 200 متر حرة هو دقيقتين وثلاث ثواني وآخر الرقم لها كان دقيقتين وثلاثة عشر ثانية ولكن رقم القياسي هو دقيقتين وأحد عشر ثانية سؤالي لك هو لك الخيار إذا لم تتفضل الإجابة عني عندما كنتم تقطعون البحر من تركيا إلى اليونان انقلب بكم القارب وكنتم على وشاك الغرق فكيف ساعدتك رياضة السباحة في الخروج من هذا المزاق أنا وأختي عندما وجدنا أنفسنا في المياه قلنا أنه سيكون من المخجل ألا نقوم بمساعدة الذين لا يجدون السباحة وطبعا أنا كرهت البحر بعد ذلك لكن كانت تجربة صعبة خضناها في عرض البحر مرحبا يسرى أنا جودث سيكون لك فريق سوري يشارك في الألمبياد فما هو شعرك تجاه ذلك وهل أنت سعيدة بالمشاركة ضده أو ما عفوا لم أفهم السؤال نعم بالتأكيد نعم كان هناك حديث عن ذلك قلت أنني سألتقي بكم مرة أخرى بعد ستة أو سبعة أشهر فأنا شاركتهم هم أصدقائي نعم وأنا والآن إذا تأهلت إلى الألمبياد كيف سيكون شعركي لم أفهم سؤال هل كنت تفضلين المشاركة باسم المنتخب السوري أم الألماني؟ هذا هي ليست نقطة ذات أهمية عندما يجهد الرياضي بالوصول إلى الألمبياد لن يسألني أحد أي راية أو أي علم أمثل أنا سأكون رياضية تشارك في هذه الألعاب أكيد هل أصدقائي؟ أهلا 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 ماذا أسألني؟ أكيد أهلا 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر كيلو سوريا وهل تفتقدين الى دمشق ان انا اعتقد انه من دمشق وانا من حمص واسألني عن الطريق التي قطعناها وانا اجبته بان اني نعم انا افتقد بلادي والجميع ويفتقد سوريا حتى ان عدت ان عدت الى سوريا يوم ما فسأكون سعيدة اما الطريق التي قطعناها فانحن خرجنا من دمشق الى بيروت ومن بيروت الى تركيا ومن تركيا الى اليونان ثم الى مقادونيا ثم الى سربيا وصولا الى المجر ثم فيينا وميونخ وانا انتهى بين المطافونة في برلين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أخرج على المعاركة المترجم للقناة المترجم للقناة